بص لما اقول لك انت تسرقت كويس حد يقلبك والفلوس والبيت تقلب وشاء عمرك راح خلاص والحرام يهرب طلع برا البلد وانت عشت كملت حياتك وربت العيال بعد ما سفت التراب وبعدين ابنك كبر وجاي لك بقى بعد ما تخرج وقال لك بابا انا هفتح مشروع فقلت له يلا حبيبي ربنا وفقك مع مين المشروع تفتح المشروع مع مين قال والله فيه واحد كده جاي راجل طيب معه فلوس وهيشارك وبتاعه يدخل فتكتشف ان الشريك ده اللي جاي يشاركك ويشارك ابنك هو الحرامي اللي سرقك من كم سنة ساعتها رد فعلك هبا ده تقريبا المشهد بالزبط وانت بتتكلم على القصة اللي احكي لك دلوقتي ليه لانه من عجائب الزمن الحالي انك تجد اللصوص والقتل او قطاع الطرق هما اللي بيتصدروا المشهد السياسي والاقتصادي وما تستغربش لما تلاقي واحد من اشهر الفسدة في عصر مبارك اللي هو السيد رشيد محمد رشيد اللي كان وزير صناعة واتجارة ايام مبارك بيعمل دلوقتي مشروع كبير للدولة بالشراكة مع السندوق السيادي تشوف كده الخبر ده رشيد محمد رشيد يوقع مذكرة تفاهم بين بدايات مصر ده اسم الشركة والسندوق السيادي لتطوير باب العذب شوف التفاصيل ادي يا سيدي وقع سندوق مصر السيادي ده يوم 20 سبتمبر اللي فات مذكرة تفاهم مع شركة بدايات مصر لدراسة تحويل منطقة باب العذب فقلعت صلاح الدين الايوبي الى اول منطقة ابداع متكملة في الشرق الاوسط وافريقيا بحضورها للسعيد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس ادارة سندوق مصر السيادي حلو طلع رشيد محمد رشيد يشرح قصة ايه المركز الابداعي الصناعي اللي عايزين يقيموه على ارض باب العذب بمساحة 70 الف متر مربحة اسمع كده اولا هو مش يعني هو مشروع ما هوش مشروع سياحي فقط ولكن المشروع في اساس هو مشروع لتشجيع الاقتصاد الابداعي في مصر والاقتصاد الابداعي اللي مقصود بيه كل الصناعات وكل الخدمات اللي بيخش فيها التصميم والابداع كصناعة الاساس صناعة الحلية صناعة الموضة التصميمات الهندسية تصميمات الاعلانات حتى الكتب والسينما فالمنطقة الموجودة في باب العذب سبعين الف متر مربح تعتبر منطقة طبعا تاريخية ولها طبعا تاريخ طويل ولها قدر كبير جدا من الثقافة والفن الموجودين هناك فبالتالي كان هناك اقتراح ناقش بنا وبين صندوق مصر السيادي نحاول هذه المنطقة لمنطقة تجذب كل هؤلاء المصممين من أبناء مصر خد بالك مشروع تطوير باب العذب ده مشروع حلو جدا ليه لان دي القاهرة التاريخية يعني انت وانت طالع كده على مسجد السلطان حسن هتلاقي باب العذب ده في وشك ده أحد الأبواب بتاع قلعة صلاح الدين وباب العذب ده مشهور في التاريخ باب العذب ده اللي محمد علي عمل فيه مدبحت القلعة ده لما كانوا المماليك وعزمهم وبتاع اللهم طوسون ابني رايح مش عارف الحروب الوهابية جاب المماليك وعزمهم كلهم بتاع ربعمية وسبعين مملوك وقامد بحهم قدام الباب ده فالباب ده تاريخي خلاص فتطوير المنطقة هتطور المنطقة ده مشروع حلو جدا بس فيعلن سياحي وثقافي وممكن تعمل منه مشاريع رهيبة بس لما تيجي تعهد بمشروع زي ده تعهد بيه لواحد سارق فلوس البلد وفاتح سدره كان عليه أحكام بالسجن 35 سنة أحكام وهربان فضل هربان وجيه في 2016 أسقطوا عنه التهم وتصالحوا معاه مقابل مليار وستمائة مليون تخيل دون أن عن المستثمرين اللي في الدنيا ملقيتش غير رشيد محمد رشيد طبعا رشيد محمد رشيد كانت سروته مقدرة باربعة مليار جنيه قالوا له تعالى الصلح خير قوم نتصالح قال لهم يلا هدفع خمسمائة مليون قالوا له لا مايمشيش ادفع مليار وستمائة مليون دفع والصلح خير ورجع وتحيا مصر ودي الأخبارة هي كان واخد سجن 15 سنة 15 سنة وزير تجارة وصناعة رشيد محمد رشيد وقالت مصادر قضائيا أن محكمة الجنيات حكمت عليه وحكمت عليه بحكم سجن برضو 5 سنين أحكم كتير بقى تهرب ضريبي وكسب غير مشروع ومش عارف ايه هو وبنته خلاص ومتحكم عليه 15 سنة يعني وانت جيت تجاوزت عن كل ده وقلت يلا نتصالح وفعلا الحكومة وفقت على التصالح مع رشيد محمد رشيد وزير التجارة في عهد مبارك بعد ما دفع المعلوم ورجعت الدنيا زي الفل انت طبعا لعرفت بقى شروط التصالح ولا بناء على انت تم القبول بالمبلغ ده ولا حاجة بالعكس ده تم تلميع الراجل علشان يرجع ويعود مظفر منتصر مش بس مظفر منتصر ده احنا محتاجينك ده انت تيجي يا باشا تيجي ده انت الاقتصاد محتاجك يا معلم ده حرامي الراجل ده حرامي مد ايده في جيبك وفي جيبي وعمل صروة تقدر بالملايين والمليارات وبعد ما سرق ونهب وطلع لف وتفسح رجع دفع شوية كده وام راجع ورجع ايه تعالى بقى ده كمان الراجل محمد علي خير في 2016 طلع انتقد الوضع الاقتصادي قال يا جماعة احنا الوضع الاقتصادي ما ينفعش احنا محتاجين الناس خبرة محتاجين الناس تخافع البلد بجد نجيب مين يعني نجيب محمد رشيد رشيد محمد مش عيب انقذنا الوضع قبل ما يفلت ورجعنا رشيد محمد رشيد واستلحنا وصافيا لابن وجاء محمد رشيد ايه بقى حكاية الشركة اللي عملها مكانها فين ما تيجي بقى ندور ما الراجل جاي جاي علينا بخيره حلو كده ففين الشركة هل هي الشركة الاصلية اللي عمل بها المشروع هو دخل دلوقتي مع الصندوق السيادي عشان هيطور باب العذب حلو فين الشركة بقى تعالك كده دور على الشركة هتلاقي في خبر بيقولك ايه كيف تعقد صندوق مصر السيادي مع صالون حلاقة لتطوير قلعة صلاح الدين صالون حلاقة دي مش مجاز ده ده التحقيق اللي نشراه موقع المنصة بيقولك ان هم لما دخلوا دوروا على الشركة بتاعت رشيد محمد رشيد بشركة بدايات دي فين يا جماعة لقوا مكانها صالون حلاقة بجد والله بص اهو الأسبوع الماضي وقع صندوق مصر السيادي اتفاق مع شركة بدايات مصر لتحويل منطقة باب العذب فقلعت صلاح الدين لأول منطقة إبداع متكاملة في الشرق الأوسط وأفريقيا في حفل شهد حضور عدد كبير من مسؤول الصندوق وقيادات الشركة وعلى رأسهم رشيد محمد رشيد كان ظهور وزير التجارة والصناعة الأسبق اللي أطحت بيه ثورة يناير في أيامها الأولى قبل ما تطيح لاحقا بمبارك في هذا السياق لافتا بعد سنوات قضاها هاربا في الإمارات طلع يعمل عمره في دبي زي شفيق كده حيث قدين بالفساد في عدة قضايا وحكم عليه بالسجن 15 سنة قبل ما يرجع منتصف 2016 وتتصالح مع الحكومة المصرية مقابل مليار و 600 مليون جنيه لكن اللافت بقى في صفقة بدايات مصر مع صندوق مصر السيادي اللي تأسس سنة 2018 بالقانون رقم 177 إن الشركة اللي بتقول إن رشيد أسسها وبيترقص مجلس إدارتها ليست إلا صندوق فرعي لشركة أخرى هي شركة إلسارة للاستثمار اتأسست الشركتين دول بدايات والصارة دول اتأسسوا في سويسرا في نفس اليوم وبنفس الرأسمال وبنفس عدد الأسهم خد بالك كان السؤال هو لماذا أسس رشيد شركته في سويسرا وليس في مصر وما هي الأنشطة الاقتصادية لهذه الشركات الشركات دي بتعمل إيه ما هو خلي بالك هو طلع حتى في المداخلة بتاعة خير رمضان اللي عرضنا جزء منها قال لك دي شركة خير رمضان بقول له الشركة دي إيه وانت جاي يعني وزي الفل قال له الشركة دي مقرها في سويسرا خلاص فجوم يدوروا على الشركة بتاعة سويسرا دي لقوا أنه عامل شركتين باسمين مختلفين بدايات والصارة كون الشركة في سويسرا احنا هنفهم بقى أنه عاملها بالفلوس والمصلحة اللي خلصها من سرقته أيام مبارك ليه لأن سويسرا من البلاد اللي بتعمل حاجة اسمها الملازة الضريبة يعني إيه الملازة الضريبة يعني أخذ الفلوس محدش يقول لك أنت جايب الفلوس دي منين ولا هتودها فين ولا عليها ضرائب ممكن مدفعش ضرائب خالص وممكن تأسس شركات وهمية محدش يقول لك الشركة دي فين زي ما يتتبعوا كده في المنصة لقوا الشركة مقرها صالون حلاء يعني ما فيش شركة انت متخيل يعني جابوا العنوان والرقم البريدي وبتاع انت حطت شركة مش عارف إيه السارة وشركة دخلوا يتتبعوا الشركة دي فين في سويسرا لقوا البتاع بيفتح له على صالون حلاء على كوافير ليه لأن انت هو ده النظام سويسرا وجزر العزراء والحاجات دي انت بسهولة تعمل شركات وهمية وتضرب أي بيانات والإسم إن أنا صاحب شركة ويطلع السبوب حلوة بقى من التعاقد مع الصندوق السيادي ويستفيد من الايه من الإعفاءات اللي بيقدمها طبعا الصندوق لأنه متتعاقد مع صندوق مصر السيادي هتلاقي ايه هتلاقي فيه مزايا مش موجودة في حتة تادي زي ايه تعالا كده شوف التفاصيل قادي اهو إنه باستخدام برنامج خراية جوجل وجد المنصة إنه المبنى رقم 13 اللي موجود في شارع بيسينة ورقمه البريدي 6900 ده ليس إلا مبنى صغير يتكون من أربع طوابق احتلت نوافذه المطلية باللون الأخضر وجهة الشارع فيما كتب على جزء من جداره الخارجي المقابل لشارع بيسينة باللغة الإيطالية سال دي وهي المقابل للكلمة الإنجليزية سيل وهي إعلان لمحل يتاجر في الإكسسوارات النسائية فيما يحتل كوافير كتب على وجهته صالون كوافير طابق كامل من المبنى ده الشركة دي الشركة اللي طلع رشيد بيقول إن دي شركتي في سويسرا سالون حلاء نعيما يا معل ملازات آمنة بتعمد الكثير من الشركات إلى تسجيل نفسها في الملازات الضريبية الآمنة ليه؟ للتهرب من الضرائب وهو ما وجده أسامة دياب الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أمرا مسيرا للاهتمام وده في دراسة صدرت في 2015 بعنوان السياحة الضريبية رصد فيها وجود عدد ضخم جدا من الشركات يتشاركون نفس العنوان بما ينم عن عدم وجود أي عمليات حقيقية لتلك الشركات وإن وجودها هي وجود على الورق فقط شركات وهمية دي بقى الفكرة الأوفشور اللي هي الشركات تطلع في دول محدش يقولك هم قائمة للدول دي على كده على إن أنت لحد هيقولك أنت جايب الفلوس دي منين ولا مصدرها وعشان كده لأي حد بقى بيتجر في المخدرات في السلاح في البتاع يروح يطلع فلوسه في الدول دي لحد بيقوله أنت جايب منين ولا بتعمل إيه ولا حتى بياخدوا عليها ضرائب عشان كده مبارك كان شايل في سويسرا لو تفتكر ليه بقى العمل مع صندوق مصر صفقة رابحة دي بقى النقطة المهم إنه في 2020 تم إعفاء المعاملات البيانية للصندوق والكيانات المملوكة لي بالكامل فقط من جميع الضرائب والرسوم وما في حكمها لتشمل تلك الإعفاءات والمعاملات البينية بين صندوق مصر والصندوق الفرعية والشركات التي يساهم فيها صندوق مصر وبذلك تضمن شركة بدايات إعفاءها من الضرائب والرسوم إضافة للميزة الأكبر ليه إيه؟ ليه الحرية في نقل أرباحها من مصر إلى الخارج يعني رشيد محمد رشيد هيعمل شراكة مع الصندوق السيادي عشان يعمل إيه؟ عشان يطور باب العذب بتاع قلعة صلاح الدين كسب المشروع وبقى حلو وزي الفل ياخد الأرباح ويرجع على سويسرا عند صلود الحلاقة ولا حد ولا منشاف ولا مندري ولا حد قال له أنت كسبت فين؟ ولا ضرائبك أصلا ما فيش ضرائب لإن أنت بتشتغل مع الصندوق السيادي فما في أنت معفى من الضرائب كمان ومخصن ضد الطعن يعني لو فيه العقد بتاع الصندوق السيادي وشركة رشيد حصل أي خلاف مفيش حد يطعن على العقد إلا طرفه يتعاقد تخيل؟ نفس الكلام ده بيأكده الموقف المصري صفحة اللي على الفيسبوك اللي بتقول أنه مش بس بقى هيعفى من الضرائب لا ده كمان هينقل أرباحه البرة مصر براحته وده بحسب قواعدة الصندوق برضه الموقف المصري هو بيقول اللي مش جميل خالص أن مجموعة السارة هي شركة أوف شور يعني شركة في ملاز ضريبي اللي هي سويسرا للتهرب من الضرائب في مصر ومع ذلك الصندوق السيادي وقع معاها عقد في الوقت اللي الحكومة لازم تشتغل فيه على مكافحة الملازات الضريبية يعني بيقولك أنت كحكومة بدل ما تروح تدور على الشركات اللي عاملة ملازات ضريبية واخد الفلوس بره بطلعها بره البلد واتكافحها أنت جاي بشركة من اللي بتعمل ده وبتعمل معها تعاقد صباح الفل وسلملي على محاربة الفساد بقى الفساد إيه اللي أنت جاي تحاربه ده أنت جاي بشركة منهم وبتعمل معها تعاقد الجدير بالذكر أنه محكمة الجنايات المصرية كانت حكمت على رشيد بالسجن بتهمة استغلال النفوذ والحصول على 700 مليون جنيه بدون وجهة حق عن طريق الكسب غير المشروع وتهربها عبر شركة أوف شور للخارج وقيمة أدلة السبوت من أقوال الشهود على ذات القضية وكان فيه تصريحات لمصدر في جهاز الكسب غير المشروع قال إلى أنه الجهاز تتبع الأموال الخاصة برشيد محمد رشيد وأثبت تهربها خارج البلاد بطرق غير مشروع وأكد أن ما نشر عن امتلاكه ملايين في بانك سويسري هي أمور أثبتتها تحقيقات الجهاز واتهمته حينها بتزوير تأرير الزمة المالية الخاص به وبالتالي يعني رشيد اللي اتحكم عليه في قضية كان جزء من الحكم فيها هو أنه عنده شركات في ملازات ضريبية عمل شركة تانية في ملاز ضريبي ورجع يشتغل مع الحكومة عادي عادي جدا وتحيا مصر تفاكر حسين سالم حسين سالم لما كان طالع مع عمر أديب وقال له إيه قال له ما أنا عايزين نرجع مصر فعمر أديب بيقول له بس يعني الفلوس وبتاعه وأنت الأحكام فقام قال له إيه تحيا مصر فعمر أديب قال له تحيا مصر هي كده مش حد بيكافح ولا بيرائب انت في السحابة بالتالي مش بس رشيد بقى رجع بصفق التصالح ما فيهاش أي شفافية وصار وتقدر بربعة مليار جنيه في 2011 فأحكام تخصها في قضايا كسب غير مشروع لكنه كمان رجع بنفس الطريقة عن طريق شركة في ملاز ضريبي واشتغل مع الحكومة عشان ياخد عقود تطوير منطقة هندفع إحنا كمصريين تكلفة تطوير بدون ما رشيد أو بدايات مصر يدفعوا أي ضريبة للبلد عن أرباحهم من العقد ده أو من أي أعمال تاني رشيد يكسب وياخد الأرباح ويكت برى البلد تاني عادي وإحنا اللي قاعدين إحنا اللي بندفع تكلفة المشاريع وبنحاسب على المشاريع ولا بنشوف حاجة